اشتركوا في القناة وخير الخطائين التوابون ان المعصية هي خلاف الطاع وعسى العبد ربه اذا خالف امره وانواع المعاصي كثيرة لا يمكن حصرها لان ارتكاب اي شيء نهى الله عنه او ترك اي شيء امر به يعتبر معصية فالكذب والغيبة والنميمة والسرقة والزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق والسحر وقذف المحصنات والفرار من الزحف والربا واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والقمار كلها معاصن وكما ان اقتراف المنهيات معاصن فترك الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك ايضا معاصن وكيفية تجنب المعاصية يتحقق بعلم الحلال والحرام والعمل به وملازمة ما امر الله به والابتعاد عما نهى عنه واكثر ما تحصل منه المعاصي غالبا جارحة اللسان والفرجة فمن اوقفهما عند حديهما سهل عليه تجنب المعصية روى الامام البخاري والترمذي واحمد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى الصبر عن المعصية ينشأ من اسباب عديدة احدها الملعبد بقبحها ورذالتها ودناءتها وان الله انما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الرذائل والدنايا السبب الثاني الحياء من الله سبحانه فان العبد متى علم بنظره اليه ومقامه عليه وانه بمرأة منه ومسمع وكان حييا استحى من ربه ان يتعرض لمساخطه السبب الثالث مراعاة نعمه عليك واحسانه اليك فان الذنوب تزيل النعم وقال بعض السلف اذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة وقال اخر اذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن وفي مثل هذا قيل اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم وبالجملة فان المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه وهذا انما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والايمان به وبكتابه وبرسوله وهذا السبب يقوم بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا السبب الخامس محبة الله سبحانه وتعالى وهي من اقوى الاسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيها فان المحب لمن يحب مطيع وكلما قوى سلطار المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطهعة وترك المخالفة اقوى السبب السادس شر النفس ومكاؤها وفضلها وانفتها وحميتها ان تختار الاسباب التي تضع من قدرها وتخفض منزلتها وتسوي بينها وبين السفلة السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح اثارها والضرر الناشئ منها السبب الثامن قصر الامل وعلمه بسرعة انتقاله وانه كم مسافر دخل قرية وانه مزمع على الخروج منها السبب التاسع مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس فان قوة الداعي الى المعاصي انما تنشأ من هذه الفضلات فانها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباه فتتعده الى الحرام ومن اعظم الاشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه فان النفس لا تقعد فارغا بل ان لم يجهلها بما ينفعها شغلته بما يضرها السبب العاشر وهو الجامع لهذه الاسباب كلها تبات شجرة الايمان في القلب فصبر العبد عن المعاصي انما هو بحسب قوة ايمانه فكلما كان ايمانه اقوى كان صبره اتم واذا ضعف الايمان ضعف الصبر اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوض بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اشتركوا في القناة